ازدهار افريقيا منظم دورة ثالثة من اعمال الاجرات الاقتصادية المشتركة التونسية الامريكية السادس من فيفري القادم سيكون موعد اطلاق المبادرة الامريكية ازدهار افريقيا تظاهرة ستمثل وفق وزير التجارة عمار الباهي اللابنة الاولى لبدء تنفيذ مشروع التكامل الاستثماري والتجارية بين دول القارة الافريقية والولايات المتحدة الامريكية عبر تطوير الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول حكومة الامريكية اختارت تونس كنقطة انطلاق لمبادرة هذا مبادرة هو مساج مهم للعالم تونس يتمثلها بوابة افريقيا تونس عندها خاصية كبيرة عندها دي بوان بوزيتيف للتعامل مع السوق الافريقية واعتبر الجانب الامريكي ان اختير تونس لاطلاق هذه المبادرة يأتي بفضل موقعها الاستراتيجي وعلاقتها التجارية المتنامية في جميع انحاء القارة فضلا عن التزامها المتزايد بفتح الابواب امام الاعمال والاستثمار اخترنا تونس لاننا نرى ان هناك امكانيات كبيرة لربط الشراكة بين شركات الافريقية التونسية والامريكية هنا في تونس افريقيا سوق متنامي ومستقبل الولايات المتحدة التجاري ومستقبل تونس التجاري ايضا مرتبط بهذه السوق احنا نشجع القطاعات الكل بش يتمثلوا في اللي بارتيسيباشون هنا واحنا عنا الشوز البلز امبورتان هي البيتو بي اللي بش نعملوه كنتقول يقضيه من شركة تسجلت عنا نقوله 700 شركة تونسية وفوق من الميتين شركة اجنبية عنا في الحدود خمسين شركة امريكانية من اكبر الشركات وعنا برشة شركات جهين من عشرين بلدين اخرى لابل باق من افريقيا كما سيكون السابع من الشهر القادم وفق ما تم الاعلان عنهم موعد انعقاد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الامريكية والتي من المقرر ان تستكمل مباحثة حول عدد من الملفات من بينها توجهات تونس الاقتصادية لسنة عشرين والفين واحتياجات التمويل الخارجية وخطة الاصلاحات الاقتصادية وامكانيات وفرص التعاون المشتركة التونسي الامريكية باتجاه افريقيا وغيرها